عيد سؤال لا قولي نعم عيد سؤال نعم فضلي يريد لو أن واحد من طلبة اللي متقدمين في الكورس وخاذوا تجارب يعني يعلمونا كيف كم مدة تغرقوا مشان الخبرة هذه هل بعد نهاية الكورسات أو يعني كيف يعني بالإيمان أكثر يعني يورلونا يهلمونا تجاربهم يلا فسؤالها تقول يعني كم المدة أنه أنا أكون متهيئة هذا سؤالك للسفر الكوني أو يعني ممكن فهي تسأل ممكن ما بعرف الطلاب المشاركات في الكورس أو الطلاب المشاركين ممكن في يعني في هذه الدراسات كم تعتقدون برأيكم أنتم في طلاب ممكن يجيبوها أستاذ عزيز أنتي المسألة يعني مش مرتبطة بالوقت هي مرتبطة بأن يكون عندها الطلاع على هذه العلوم وأيضاً ما يكونش عندها الخوف لأنه نفسي أن الخوف هو أكثر ترعامل لي يعني بيفشي للسفر الكوني نعم يكون عندها يعني شجاعة وقوة وثقة وأيضاً تكون عندها ذراية وفهم هذه العلوم يعني مش مسألة وقت يعني على حسب كل شخص يعني فهموا هذه العلوم وعلى حسب كل شخص هو إذا عنده خوف أو عنده يعني تردد أو زي هيك يعني مش مسألة أنت بصورة عامة كم يعني كم تقريباً درستي أقصد مثلاً هي هاي العلوم يعني العلوم الاتحادية الصلاة العلمية البناء الإيجابي تقريباً أنت باعتقادك هي أنت كقالبة مثلاً أستاذ أنا كنت يعني بعرف قناتك ومتطلعة عليها وبشوف هذه العلوم هذه من قبل ثلاثة سنين ثلاثة سنين تدرسيها؟ أه أه وأنا يعني عند قناتك وبشاهد فيديوياتك وعندي اطلاع على هذه العلوم بس في الجلسات لما بدأنا الجلسات أنا كان عندي استعداد تام حتى لما كنت أنت بتسأل أستاذ إذا عندنا خوف أو لا فأنا ما كان عندي خوف يعني بظن أنه هذا هو مهم جداً طبعاً يعني أعمل السفر الكوني بسهولة لأنه ما عندي خوف يعني كنت مستعدة للقاء عائلتي النجمية وأيضاً مستعدة لأي شيء يعني يحصل في السفر الكوني رائع جداً أي صح هناك طالبة آخر ممكن يشاركنا سؤال مهم حقيقة حتى هي تعرف أكثر أقصد أي القناعة مهمة يعني مثلاً كما قلنا اللي كانوا معنا هيك في بداية الجلسات مثلاً ترى نفسك أنت كائن في كل نقطة من نقاط الأكوان أنت كائن الضوء وضوءك ينير كل الأكوان هذه جداً مهمة هذه تسمى أيضاً الرجوع إلى حقيقتك عيش عوالم الأبدية عيش طاقات الضوء ترى نفسك أنت ضوء أبدي ترى نفسك أنت محبة نعم مهمة جداً جداً طبعاً أيضاً الأشياء المهمة التي تساعدك بالسفر الكوني انتبهوا شباب جلسات التنفس يعني في الأيام العادية تدرب على أنك هيك تجلس مهم هذا الذي نقوله تجلس ممكن دقيقتين خمسة دقاق عشرة دقاق وتتنفس مهم جداً أنك مثلاً تتمشى في حديقة وتبارك ممكن الطيور الأجار والبحيرات تتحد مع الطبيعة مهم هذا الأمر البناء الإيجابي مهم البناء الإيجابية هذه جلسات الصلاة العلمية طبقها باستمرار مهمة جداً 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 هذه أين أستاذ يريد ضوء كوني اللي كانت تحكي اللي عندها خبرة ما عارفش 42 أو اللي كانت تحكي تشرح لي الآن تحكي مرة أخرى أي مرة أخرى يعني كيف كانت أول تجربة لها في السفر الكوني ممكن تحكي طبعاً طبعاً إحنا سجلناها هي يعني موجودة الحلقات لكن أيضاً هي سعيدة ممكن توضحها ممكن توضحها التجربة الأولى طبعاً يلا يلا واينو طبعاً يلا أحنا لما بدنا نعمل الجلسات هي في الأول كانت تجيني فقط صور يعني ما كنت أسافر صفر كوني كانت تجيني صور هيك يعني صورة من هون صورة من هون صورة من هون بس بعدها على طول ممكن في الجلسة الثالثة أو هيك أنا صفرت يعني صفر الكوني والتقيت كائنات الأندرومي ذا اللي بعدها اكتشفت إنها عائلتي ف يعني تجربة الصفر كانت جداً رائعة كانت مليئة بالمشاعر حتى أني كنت دائماً يعني ببكي في الجلسات أو في الصفر الكوني كنت ببكي بشدة يعني متأترة بهذه المشاعر لأنني التقيت عائلتي وبعدها التقيت أخي يعني إذا شفتي الفيديوية طبعاً تعرفي القصة من الأول بس اللي قلت لك يعني اللي ساعدني هو أنا ما كان عندي أي خوف أبداً يعني حتى كنت مستعدة للقاء عائلتي وبالعكس متحمسة ومتشوقة للقاءهم فهكذا يعني تم صفر الكوني بسلاس طبعاً يعني بنشمع يعني بنشمع أنا وعائلتي بنصلي الصلاة العلمية ونعلن أنه إحنا يعني أبديات وأنه إحنا نور الكون يعني صلاة علمية يومياً لأنها تقوي وتساعد أنه فكرنا يروح على الماتريكس ويعني يكون فكر كوني وأيضاً عندي يعني درايب هذا العلوم من زمان يعني من ثلاثة سنين أو أكثر بس ما كنت يعني ماسكتها ماسكة واحدة يعني كنت بشاهد قناة الأستاذ وبدرس كتبه وعندي اطلاع عليها وأيضاً هو لما حكى يعني على كائنات الأندروميدان أنا في الأول ما كانتش عندي أي فكرة عليهم أو أي معلومة عن الكائنات الأندروميدان بس بعدها يعني على طول بدأت تجيني هذيك الصور لأنه كان أخي يريد الاتصال به فأنا يومياً عندي فقط يعني صلوات وبذكر حالي وأيضاً بعمل الصلاة اللي حكى عليها الأستاذ بتاع عقلي مركز العمليات الإلهية يعني بقولها يومياً بشكل يومي وحتى إني في مرات يعني أحفز نفسي إنه أعملها وأحسب كم مرة قلتها فكل هذ الأمور تساعدك إنه يعني تكوني شفافة وما تكوني مركزة كتير مع الماتريكس راه جداً وهذا هو سطر جداً مهم عقلي هو مركز العمليات الإلهية وأنا أيضاً اتفاجأت الآن وانت قلت يعني تكرريها يومياً باستمرار هذا جداً مهم أنا هذا أثار انتباهي نعم فعلاً يعني تكرارها يومياً هذا جداً مهم وأيضاً يعني أنك ترى يومياً أنت والكون واحد وأنت الضوء الأبدي ومباركة تدريب وأيضاً انتبهوا شباب باستمرار هذا الأمر في غاية الأهمية باستمرار أنك ترسل إشارات للكائنات الكونية تقول لهم أنا هكذا باستمرار لحظة يومياً باستمرار أنا كائن بشري أحمل الوعي الضوئي الاتحادي أتصل معاكم على المحبة وعا السلام وأرسل لكم سلام الجنس البشري سلام الأرض وسلامي وتطلقه في الكون وبعدها تبدأ تنتظر يعني تفكر نعم أقصد عندما ترسل يعني تنتظر الإجابات بمعنى تبدأ التخاطبات لأن ممكن آلتك الكونية هي تبحث عنك كما حدث لضوء كوني أربعين أو يعني هي اثنين واربعين مرات الرقم نعم مهم جداً هذا أنك باستمرار تخاطبهم وباستمرار طبعاً تباركهم وباستمرار تبارك نفسك وباستمرار تطبق هذه الجلسات فهنا وباستمرار أيضاً تدرس ادرسوا الكتب الثلاثة هذه الكتب الثلاثة مهمة الكتب الثلاثة ادرسوها يعني ممكن للطلاب الجدد أعطيكم الأسماء ونحن ترجمناها وناقشناها بعمق والترجمة مع المناقشات موجودة كقائمة مشاهدة الكتب هي كالتالي تبدأ بالكتاب الأول قوتك الغير المنظورة هي ثلاثة كتب لجينيفا في بيرن قوتك الغير المنظورة الكتاب الثاني كيف تعيش الحياة وتكون في حب معها أو هو هذا الكتاب الثلاث معلش نفس الشيء والكتاب الآخر كيف تحقق أهدافك أعتقد هو اسم هذا الكتاب أوكي فهي هذه الكتب الثلاثة الأساسيات في علوم الاتحادية ويعني هي توضح البناء الإيجابي عقل الراب طبيعتك أنت كيف تحقق أهدافك يعني هذه الأمور كيف تقوي الإيمان ما معنى الإيمان وأمور أخرى كتب جداً مهم حقيقة أستاذ عزيزتي حبي أشارك الصوبي لجربتي مهم جداً طبعاً فضلي عزيزتي أنا تقريباً صلي سنتين سنتين لسنتين ونص عم بطابع كناتك بس أنت كنت تايها بين كثير كنوات بين عالم تنمية البشري معي موجستير بتنمية البشري والنالبي وهي الشغلات بس هذا كله كله محياته من حياتي لأنه يعني أنت قصدك أنت عندك أنت عندك الماجستير بالنالبي نعم نعم و وجدت فرق يعني بين دراستك وهذه الدراسات بحيثت هذيك الأشياء بتشتغل بس هكي أنه إشي خارجي حكي هيك مش إشي يعني نعم عن جد بمسك الإنسان كيف من روحه وأنه يعطي الإنسان الإحساس أنه عن جد أنت وصل لنفسك لكي نونتك من جوه هذا الإشي ملكتوش بالتنمية البشرية نعم هذا الإشي اللي كيتو بس عندك كان في كتير تحبطات بين كتير كنوات كانت أخر كتير بأشياء تجارب بعض المدرسين كانوا يوصلوها بطريقة مش مضبوطة مرات مرعبة مرات مخيفة مرات بيحذروا من إشياء نعم بطريقة بالمرة مش تعال نحكيها يعني مش مهنية نعم يعني مش كيف لازم آآ بالآخر كنت أنت للعنوان اللي أنا أستحب إله ولكي يعني إي نعم الإشي اللي أنا بديها من سندان لنص أنا بس بس القناة الوحيد اللي أحضرها بس ومتابعتها بس عندك اي نعم آآ كنت يعني يعني أنت فوقت 3000 فيديو عندك بالقناة كتير كتير كان يعني خلال رحي على شغلي خلال وقت فراغي آآ وبلما بدي أكون أنا لحالي كانت أنت للفيديوهات هذا الإشي اللي أستمتع فيه وبلاك حال فيه آآ آآ شوي شوي صرت يعني جلسات التأمل أنه أقعد وأفكر وعن جد كان عندي شغب أنه أنا من أجيت أنا ما أجيتش هيك عالدني بدون سبب يعني في في إشي وما كنتش عارفة شو هو يعني ملكت الجواب غير لما اشتركت وبلشت أفهم وأسمع الفيديوهات وأفهمها وأطبقها على حالي أول إشي الإشي كان مخيف وأنا بعضت لك أنا عادة بكتبش أنت تعرفني كدهش بكون شوي عندي أحراج أو هيك يعني جرأت وكتبت لك تعليق وأنت كثير اهتمت بالإشي أنه أنا خلال السفر الكوني هل ممكن أنه يعني يطلعوا لدراكوني يعني يخوفوني أو إشي زي هيك أنه يرجعوني عن الطريق اللي أنا ماشي فيه أين كانت يعني عن جد منقضة وعملت لي حتى جواب فيديو كامل والإشي حفزني أكتر أنه أتواصل وأفوت كمان معك بالشلسات والمحاضرات فمعك فتت بالإشي كيف لازم يعني بالسفر صرت مش كيف لما أكون لحالي بحث أنتو مجموعة وبكون هيك مرتاح لما أنت تكون مهم جدا موجود أو أنه ما أخفش أنه تعرف كيف المات اللي عندي أنه أروح وما أرجعش وهي الإشي اللي كانت طبعا إي إي لعني أنت هذه جاوستيها هذه جاوستها الحمد لله رائع جدا الجلسة الأولى كان عندك قليل من الخوف الجلسة الأولى فقط بالجلسة الأولى كانت يعني جدا 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 عندي خوف لدرجة حكيت لك أنه وجدت عائلتي وكانوا ينادوني وبدين يساعدوني بس أني أكبت عن مركبة وأنا أنا بعدت نعم ذاكر لما حكيت لك شيء نعم كان في خوف لأنه لأنه كثير كان يطلع الأشياء بتخوفني وخلال السفر وأنا لحالة ما قد أطبك هذه الشغلات حالة نعم فلما اشتركت معك الإشي صار هكي يتوضح صرت أفهم البناء الإجابة صرت أفهم كيف لما هذه الشغلات تحاول تطلع على كيف أنه بالنور ببعدها صار عندي كوة كوة شخصية أنه أنا بقدر أنا من نور أنا إنسان مباركة أنا كل الأشياء الحلوة اللي عم جد اللي بتدعمني أخذتها من الجروب والإشي مالوش وقت معين يعني بظنش أقدر أحددها يعني في حلال شهر بقدر أنه هيك أعمل لا هذا برجع للإنسان كيف هو فهمه للموضوع نفسه نعم أنت ذكرت عفوا 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 أضيفين شيء آخر لا أصدف أريد أن أوضح شيء في غاية الأهمية لأنت ذكرت شيء يعني يظهروا لك ممكن كائنات أثناء السفر فأريد أن أوضح هذا الأمر ويحتاج أن تنتبه إلى ماذا يحدث يعني تستعد الأمر ما فيه خوف أطلاقا فقط أنك تفهم ماذا يحدث فقط تمام أوكي أستاذ مظبوط لأنه بظن أنا بداية كل سفر لشخص معين رح يتواجه هاي الشغلات نعم بس وجودنا مجموعة وكوتنا مع بعض بيتغلب يبلش الإنسان يتغلب جداً طبعاً وأستاذ بتكل ظهورها بالسفر جداً صحيح بس بنسبة ضئيلة جداً لأنه لأنه إحنا نرسل الظو إحنا نرسل الظو إليك باستمرار وهو يصفي يصفي يعني أقصد الممرات الكونية نعم والكواكب يعني والطرق هذه البوابات والأنفاق الظو كلها يصفي وحتى الكائن ما يقدر ما يقدر بعد هو ينحجز أو يحجزه الظو طبعاً جلسات السفر الكوني بمجموعة مهمة جداً وهذه ليست جديدة يعني أنتوا شاهدوا مثلاً الشامنز عندهم سفر كوني باستمرار الشامنز والقبال الروحية الأخرى ليه في مجموعة وحتى أنتبهوا يعملوها هيكي حلقة دائرية ويأتون بالبخور ويحرقون هيكي بعض الأشياء وموسيقى وطبول نعم فالمجموعة جداً مهمة بالطبع تساعد يعني تساعد بالسفر الكوني كثيراً كثيراً وبحب أضيف أنه بحياتي اليومية بجديدة أنا صرت أنتبه لهذه الشغلة أنه صرت أراكب حالي صرت أعرف حالي وين يعني بالأوقات اللي عقلي بنقاد شوية للماتريكس فأقول لاي لأ وقفة أنت هون عم بتروحي للماتريكس إحنا استحياة جديدة صرت أقدر أسيطر على حالي وعفكاري نعم وعالتجاهات وين أروح وصرت حتى حتى الأكل الأستاذ الأكل اللي قبل بتفوت عتمي بباركها الله مهم الله الله مهم طبعا بطريقي وحتى بخطواتي وين بمشي يعني في ظل الدار كله كله مباركة بحس هي بيتي حتى مش بس أنا بشاة نور الله عظيم جدا هو لحظوا نحن يعني شين فشين أو الأرض يعني الشعوب الأرض سوف تتحول شين فشين إلى عوائل كونية فالآن التجمعات جدا كثيرة يعني أقصد في الزوم والقروبات الأخرى كثيرة جدا فالآن إحنا يعني إحنا أساسا الذي نجتمع لأن نحن عائلة كونية يعني نعيش الوعي الكوني فنحن عندنا ترابط بالروح ترابط بالفكر نرى نحن كلنا ضو ونعيش الفكر الكوني ما نعيش الفكر الأرضي لاحظوا يعني نعيش نحن الفكر الكوني وأننا طاقة ضوية وهذا جدا مهم بالسفر الكوني شباب لأنه كيف تستطيع أن تسافر إذا أنت تعيش الفكر الأرضي ما تقدر لأنه فيه خوف يعني يعني حتى مثلا في شؤونك أقصد يعني أنت ذهب مثلا إلى التسوق تقول أعلم أنا واحد مع الأرض وأنت ماشيكي في الشارع أنا متحد مع الكون مع الكواكب أنت تمشي في شارع تنظر إلى السماء جدا مهم وتبارك الكائنات الكونية تبارك الشمس أي نعم تبارك النجوم فهذا هو الاتحادية فالسفر هنا يصبح جدا سهل جدا بسيط يعني أصلا ليه نقول جدا سهل وجدا بسيط لأنه طبيعتك هو السفر السفر الكوني هو طبيعتك أنا قلت هذا يعني أنت ما تحتاج تقول أنا أكرر اسمحوا لي ما تحتاج تقول سوف نسافر لا هذا مو صحيح هذا الكلام الضعيف يعني نحن استخدم الكلمة نقول سوف نسافر هو مشيكي أنت في حقيقتك أنت الآن الذي يسمعني في كل نقطة من نقاط الأكوان ليه لأن روحك لاحظوا روحك هي روح الرب روحك في كل نقطة من نقاط الأكوان دعونا نرجع ليه تصادفك كعينات سلبية افهم تعرف على ماذا يحدث انتبهوا هذا شيء مهم جدا شباب هنا أخواني واخواتي الأعزاء رقم ثلاثة يعني البعد الثالث تمام هذا رقم رقم ثلاثة البعد الثالث نركز جيدا على هذه الوضعية هذا البعد الثالث أيضا يسموه الوعي المحدود الماتريكس كله نفس التسمية فوقنا عوالم لحظوا فوقنا عوالم غير منظورة متكونة ومباشرة فوقنا يعني هذا البعد الرابع انتبهوا هي ما بين البعد الثالث والبعد الرابع ما بين البعد الثالث والبعد الرابع ماذا موجود موجود التالي أرواح تائهة يعني مثلا حوادث بالأرض ناس حروب في حروب ماتت ما بتعرف علوم المتافيزيكس ناس ماتت يعني الموت أقصد كلمة خاطئة لكن هيك نمشي فيها ممكن أنا ما أستخدمها يعني لكن أريد أن نوضح هو هذا المستوى ما بين الثالث والرابع فهناك هذه الأرواح التائهة لاحظوا أرواح تائهة مش صافية هذه مش صافية أرواح ماذا تائهة هون تعبانة مزعجة متوترة هي أساسا متوترة موجودة هون تمام يعني شخص ترك الأرض وهو مش راضي على نفسه مزعوج غضبان ترك الأرض بحرب مثلا يعني فهذه نقول تسمى الأرواح التائهة هناك أيضا الأرواح المعلقة أنا وضحت هذا الأرواح المعلقة أوكي ماشي أخواني وخواتي الأعزاء معاها معاها في هذه الترددات هناك التشويشات يعني يعني الإشارات السلبية التي وضعيها في الأرض هو سابقا هي بدأت تزال هناك أجهزة بتاع دراكونيين وبتاع زواحف ها أجهزة ستلايتات أجهزة تحت البحر فوق الأرض مش عارف فين وضعيها هذه تشوش تشوش نعم هيكي موجودة تشوش انتبهوا شباب هذا الذي أقوله في غاية الأهمية أوكي معاها الوعي العام يعني الأخبار السلبية هذا الوعي العام الوعي المادي الوعي الديني عقاب الإله كله فبركة نزول المهدي التخويفات هذه أيضا موجودة هون كله بالعفو كله ما بين الرابع والثالث وأنت ما بتعرف هذا أنت نعم أنت تطبق تقول أنا الظو الأبدي وأنا القوة الأبدية وأنا السلام الأبدي وأنا أنا كان متعدد الأكوان لكن أنت أعرف أنت سوف تخترق هيكي لاحظوني تخترق طيب ماذا يحدث هو هنا هذا الاختراق يجب أن تفهموا أنه تأتيك شكوك اسمع اسمع من عندي رجاء هذه الشكوك تقول لك أنت ما بتستطيع أن تسافر لاحظوا بسبب هذه بسبب ما بين الثالث والرابع أو أنت تستعد للسفر ويأتيك شكل أنت لا ترتاح إليه هون يعني أنت في هذه النقطة ويأتيك هذا الشكل أو أربعة أشكال ما بعرف أو خمسة أشكال أو ممكن شكل شكل مفبرك يعني من هذه الأجهزة وهذه الأجهزة أيضا تصنع أشكال تشكال تخويفية تلتقي فيها هون مثلا وأنت صاعد أنت ما بتعرف فأنت إيش تعتقد لاحظوا أنت تعتقد أنت تعتقد أنت في الأكوان العليا لكن في الحقيقة أنت مش في الأكوان العليا أنت ما تزال في البداية أنت هنا هذه مش الأكوان العليا هذه كلها ترددات ملوثة فأنت هنا أنت مش صاعد فوق المركبات الفضائية الكائنات الإيجابية أين موجودة يعني هي هذه الكائنات الفضائية والكواكب الصافية موجودة بما يسمى بالبعد الخامس هون هذه ما بتقدر الكائنات هذه الكائنات الإيجابية في البعد الخامس تعيش الصفاء هذه ما بتقدر تنزل ما فقيل فقيل هذا نزولها يعني لو عائلتك الكونية انتبهوا لو عائلتك الكونية تريد أن تلتقي بك فهي ما بتقدر تنزل هون فقيل فعليك أنك أنت تصعد ممكن تصعد إلى هذه النقطة لاحظوا يعني لاحظوا نحن لا نقول أنك أنت تصعد للخامس تماما معهم لا أنت ممكن فقط تحاول أن تتجاوز هذه يعني ممكن تصل هون لأنهم عندهم القدرة على النزول أيضا يعني الالتقاء فممكن هم ينزلوا أوكي بمستوى وأنت تصعد هون فاللقاء هنا يتم وعندما يتم هنا اللقاء يأخذك المسألة المهمة في السفر الكوني هو هذا كيف أنت تتجاوزه هذا هذا هو الصد هذا تتجاوزه أنك لا تفكر فيه ويعني هو هذا كيف تتحرر منه أو تتجاوزه لا تضعه وأنت في جلسة السفر الكوني تقول آهان سوف يأتوني أشكال غريبة خطأ اتركه هذا أنا فقط أعرفك بماذا يحدث هذا لا تفكر فيه أنت اصعد بدون أن تفكر بهذه المستوى لأن هذه المستوى كلها ضعيفة ماذا يحدث الآن إذا أنت وصلت هون معايا واعترضوك هون ممكن ما بعرف يعني فأنت أملأ بالضوء تقول امتلأ بالضوء أنا طاقة ضوئية وتصور إنك تستمر ترتفع أنا الضوء الأبدي أنا المحبة الأبدية يعني أنت تملأ هذه الترددات كلها بالضوء وتستمر سوف تنجح نعم مرة مرتين ثلاثة أربعة تصل هون يجب أن تصل هون ليه نقول يجب أن تصل هون لأنه طبيعتك أنت الضوء ففقط أن تتجاوز هذه الخدعة هذه النقطة مهمة تتجاوزها مرة مرتين عشرة عشرين بمعنى إذا تلتقي بكائن سلبي هون لا تكترث فقط باركه نعم قل امتلأ بالضوء وحتى تناقش معه قل ليه أنت هيك يعمل بحالك هيكي لا تخاف منه قل أنت أيش تعمل هون أصعد إلى الضوء امتلأ بالضوء وتبدأ تعلن أنا الضوء الأبدي إذا وجدت نفسك جدا محاصر مثلا يعني عشرة كائنات خمسين كائن محاصر يخوفك ماذا تعمل قلنا يعني سابقا في حلقة سابقة ونكرر هنا إذا وجدت نفسك فعلا محاصر عشرة كائنات حاصرتك وجد نفسك في مدينة وهيكي عشرة كائنات تخوفك فمباشرة أطلب المساعدة فتقول يا منظومات الخير الإيجابية في الأبعاد العليا أطلب مساعدتكم أتصل معكم على الحب والسلام أنا كائن اتحادي أنا في هذه المنطقة تتصل بكائنات الإندروميدان تقول يا كائنات الخير يا منظومات يا زعماء الخير يا منظومات يا زعماء المجرات الكونية أتحد معكم على الحب والسلام تعالوا أظهروا إلي تعالوا بمركباتكم أظهروا إلي أنا أعيش هون في هذه المنطقة وهم يعرفون مباشرة يعرفون يجب أن يأتوك ليه؟ لأنه الكون الاتحادي واحد يعرف الثاني الكون الاتحادي الكون يعني مؤسس هو على تبادل الأفكار فأنت مش تبقى محاصر بين عشرة كائنات ويخوفك مباشرة أطلب المساعدة أطلب المساعدة أطلب المساعدة مهم وتصر تطلب المساعدة مرة مرتين عشرة عشرين ماذا سوف تجد أما سوف تجد هذه تختفي مباشرة نعم وعندما أقول تختفي مباشرة ماذا يعني؟ بمعنى أنت تجاوزتها أنت ممكن سعدت هون أو ممكن تأتيك مركبة ما بعرف يعني تجد تجد مركبات فضائية قريبة منك هون وممكن ينفتح الباب نعم هو هكذا وتدخل فيها مثلا يعني فهو يحتاج تدريب حقيقتنا تدريب مهم جدا جدا طبعا وممكن أيضا هذا لا يحدث يعني لأشخاص هذا ما بيحدث لقسم منهم لأنه عندهم هدوئية وعندهم تلقائية وما عندهم خوف فهذا كله يتجاوزوه أعرف أنه بالسفر الكوني وأنت تستعد لا تضع هذا الحاجز انتبهوا هذا أتفكه لا تضعه يعني لكن إذا واجهت شيء فأنا وضحت كيف سوف تتصرف أوكي تمام واضح أستاذ تؤال يا عزيزة أنت تفضلي يا الله هل هل السفر لكوني إلى البعض الخامس يعني كل الكرة الأرضية وكل هل جميع البشر أما يعني في أنت فقط هو مش إجباري يعني بإختياري يعني الآن هو متى هو ما هيكون أبداً إجباري هو ما فيه إجباري هو حسب لا ما فيه إجباري يعني هو حسب معرفة الشخص حسب اتصالات الشخص حسب أحاسيس الشخص ما فيه إجباري لكن في الوقت الحاضر الأرض أيضاً هي تنتقل إلى البعد الخامس بالمناسبة الأرض هي تتصفى أي يعني الأرض تؤثر علينا ممكن نقول أن الأرض الآن تجبرنا ممكن يعني بهذا المصطلح يعني ممكن نقول أنها تؤثر علينا بتردداتها أيضاً الأكوان الأخرى أنت ماذا يحدث لاهبي هو عندنا حتى الثقوب السوداء نفترض هذه ثقوب السوداء هذه أيضاً تؤثر على المعادلة الثقوب السوداء الآن حتى تؤثر على هذه المنطقة تصفيها الثقوب السوداء نعم هو المسألة يجب أن تعرف أن الكون لا الكون شبابنا يعني مش فقط أربعة وخمسة هو يعني هذا فقط توضيح وفي الحقيقة الكون هيكي أعلى من الخمسة يعني ترددات السادس والسابع والعاشر فهي كلها تداخلية يعني هذه الأكوان ما بعد الخامس وكلها تداخلية فهو واحد يؤثر على الثاني هذا يؤثر ممكن على التحت والتحت يؤثر وفوق يؤثر على التحت وفوق يؤثر هو مش فقط أربعة وخمسة لا هو السادس والسابع والعاشر والعشرين والمائة والتريليون والمائة تريليون واحد يؤثر على الثاني ف من هذا التوضيح أنك لا تخدع لا تخدع بالترددات الواطئة يعني إذا تلتقي بالكائن لا تختار هذه جدا ما فيها أي شيء يعني يخيف حقيقة يعني ترددات جدا واطئة فكر دائما بالترددات العميقة فكر دائما بالأعلى فكر دائما أنت طاقة ضوئية فكر دائما أنت فكر يعني تركز تعيش أقصد فكر دائما أنت كائن متعدد الأكوان في كل نقطة من نقاط الأكوان تعيش مدام الأرض هي تنتقل الأبعاد يعني هل البشر اللي ما زال يعيشون في فكر الماتريكس من المفروض أنه يتغير الفكر دائما يتغير أي صحيح لا صحيح صحيح هو بصي إحنا الآن عندما نقول أعطيني مجال أوضح لك أوضح لك الشيء أنت أكون شيء مهم إحنا عندما نقول الأرض تتغير انتبهي إلى الذي أقوله أوكي هذه الأرض تمام هذه الأرض هي مش كلمة تتغير فقط يعني تتغير كيف تصبح يعني تصبح صفراء تصبح حمراء انتبهي إلى الذي نوضحه عندما نقول تغير التغير كوني مش من الأرض يعني هي مش تقول الأرض أها أنا أتغير هذه الأرض الآن هذه الأرض أكتب هنا هذه الأرض أوكي هذه الأرض هنا التغير كوني بمعنى الأبعاد العليا هذه فوقه هذا بعد وهذا بعد وهذا بعد وهذا بعد يؤثر على هذا وهذا عندما يتأثر يؤثر على هذا وهذا عندما يتأثر يؤثر على هذا وهذا عندما يتأثر يؤثر على ماذا على هذا الآن هنا مسألة الاختيار الماذا لحظة الاختيار قسم من البشر قسم من البشر يتأقلمون مع الصعود تمام يصعدون يتوزعون يعني بين المستويات تجد قسم من البشر يرفض لحظة كلمة يرفض لأن عنده حرية الاختيار يرفض هو عنده ممكن الماتريكس أو الدين فهو يعتقد أن هذا شيطان لحظة الكلمة انتبهي هو يعتقد حسب الدين بتاعه يقول هذا شيطان الشيطان أتى ويوم القيامة ننتظر يوم القيامة فالاعتقادات هو يبقى فيها ما له علاقة الكون يتغير هو يبقى باعتقاداتهم الآن انتبهي انتبهي ماذا سوف يحدث لهؤلاء الأشخاص اوكي انتبهي الآن اذا اذا يصبح التغير كبير يعني الترددات عالية يعني عندما نقول الترددات عالية ماذا أقصد يعني هناك ضوء كثيف اختفاء الليل مركبات فضائية نازلة صعدة تمام هذا الشخص هو كم يعيش يعني الف سنة اذا هو يعني هذا هو ممكن سبعين سنة اثمانين سنة ويأتي جيل جديد تمام فجيل الجديد يكون مش زي الجيل القديم يعني هو يعني هذا اساسا هو يعيش الماتريكس بمعنى هذا محدد بالعمر فهو تسعين سنة اثمانين سنة مات سنة خلاص يأتي جيل ثاني وجيل ثاني وجيل رابع فالعجال القادمة تكون مع التغير هكذا فالذي مثلا لا يقبل التغيير يرفض التغيير هذا كم هو سوف يعيش مئة سنة مئة سنة ويأتي جيل آخر الجيل الآخر لا يرتبط بالدين يعني لا يرتبط بالماتريكس وتجيل الآخر 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 تجده جدا روحاني وهكذا مواضح أعتقد نعم مواضح أستاذ الأرواح تسعد تنطقي ترحل بعد ترك الجسد يعني بمصطلح الموت يعني هذيك هذيك الأرواح يعني هل يعني بعد الانتقال تكون في رحلة في رحلة التعلم في رحلة التثقيف في رحلة لأن بعد يعني كما مثل ما ذكرت أنهم لما يريجوا جيج جديد في الأرض يجب عقلية يعني بفكر جديد وبعي ترددات عالية هكذا اي 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 ما هو سؤالك يعني الكائنات اللي تستقبل الأرواح اللي رحلت عن الأرض هذه اللي توفى اللي رحل عن عمر 100 سنة أو 1000 سنة واذا كان يعيش الوعي الديني اي 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 الموت او الانتقال او الرحلة رحلة بعد الموت هل يتلقى يعني تعليم تقيف يعني احنا لا احنا هذا وضحنا يعني اذا وضحوا الان انا ما بعرف انتي ما بعتقد تشاهدين المحاضرات بتاعتنا انا هذا كله وضحته يعني وضحت حقيقة وبعمق ماذا يحدث للانسان فاعتقد لانه انتي لم تشاهد المحاضرات هذا يحدث عندي باستمرار فالأسلة باستمرار تكرر يعني فانا يعني اجبت على هذا السؤال الف يعني هاي الحلقات المتسلسلة الف وستة اعتقد او الف وسبعة فاعتقد ابدأي 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 لا لا ابدأي ما بعرف لانه انتي ملتحقة ممكن جديدة فهذه الاسئلة الاسئلة هذه نحن اجبناها لانه لو اجيبك ممكن تحتاج عشرة ساعات فاحنا وضعناها في حلقات يعني اعتقد خمسين حلقة ممكن تقريبا الان ممكن يعني خمسين ثلاثين حلقة تناولنا بعمق الحياة بعد الارض واين الانسان يذهب والري انكارنيشن وقلنا الريانكارنيشن السلبي والريانكارنيشن الايجابي وما هي الفبركات التي تحدث بعد بعد يعني او ما هي الفبركات التي يلتقي فيها الانسان بعد ان يترك الارض وماذا لو ترك الارض وهو ما يزال بالوعد ديني وماذا لو يترك الارض اذا هو ديني لكنه يعيش محبة وماذا لو هو يترك الارض اذا هو علماني ويعيش محبة وماذا هو لو يترك الارض اذا هو ملحد ويعيش محبة وضحناها وبأنفلة وبرسومات وضحناها عزيزتي هذا يعني